موسيقى هؤلاء الناس يتكلفون ويعانيوا لكي يخرجوا الرسالة ويوسطوها المستمع المتتبع في أحلى صورة وأبهى صورة فتحي لقع الرواب المغاربة أنا اليوم هنا في هذا الالبوم الأخر من الجوكير الذي هو اسم حقيقي هو محسين لوزي فأنا كنت تعمل على أساس أني موسيقى كانت تعاونه مع محسين لوزي اللي هو الجوكير لأنه شاب طموح فنان لديه مستقبل إن شاء الله كبير سنرى إن شاء الله في أعمال كبيرة مستقبلا هو صراحة من اللي يوجه لي الدوامة لأنه كان أعتبره أخويا الصغير وأن هذه مرة الإشارة كيف مع مجموعة من الشباب الواعد والفنانين اللي يلا بدأوا النصار ديالهم الجوكير قنا نشوفه هذاك الرابير اللي عنده واحد الميزة خاصة كيعتمد على الراب النظيف الراب النقي ما كيعتمش على الكلاشات بزاف وإنما كيحاول وجه رسالة للمتتبع دياله أو للمتتبع المغربي سواء لا بطريقة مباشرة أو لا بغير مباشرة فكيحاول ما أمكن بأن للموادع اللي يختار أنها كتطرح مجموعة من الحلول مجموعة من الاقتراحات باش يخرج الإنسان خصوصا الشباب الصعيد باش يخرج من هذي الموجة الانفيلات والمجموعة ديال التفاع اللي انتشرت بقوة هذي أيام هذي فكنتمنى ولي حظ موفق وكنتمنى وان هذا الاربوم الأخير اللي هو الاربوم سيكاتريس اللي كيحاول ما أمكن أنه يخرج ذلك الشي اللي عنده لداخل النظير بزافت الحويج اللي كيعيشهم المواطني المغربي لا من ناحية الغلاء الأسعار لا من ناحية الأزمة اللي عشناها جميعا كمغاربة وكالعالم كله اللي هي كوفيد فهي عبارة عن جروح سيكاتريس وانتمنى ومن عند الله ان هذا الجروح تبرى ونشفوكونا ونرجعو المغرب اللي كنعتزو به وكنفتخرو به صراحة بالنسبة للقطاع الوصي على مهنة الفنان فكنا نلاحظو بزافت الشباب انهم ما كيتمكنوا شباش يحصلوا على الدعم ربما كتكون الشروط غير مستوفية لهم ولكن الاشتغال واشتغال وانسان يعمر بالماريس يعمر الصيفي يصوب البطاقة الفنية والبطاقة المهنية وانا عندي اليقين الى كان عنده بروجي مناسب وانه صوب برنامج قوي ومقنع لغيقنع وزارة الثقافة فما يأخذين الشك بانه غيأخذ دعم بحاله بحال مجموعة من الفنانين رغم انك اقصاء ولكن الاقصاء يجيب طريقة غير مباشرة ما يكونش عمدا فكتبقى المنافسة والمنافسة المنافسة الشريفة في الخر يلخص تكون